موسيقى للدورة الثالثة يلتأم الملتقى البرلماني للجهات الذي ينظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي افتتاح الملتقى تميز بالرسالة التي وجهها صاحب الجلال الملك محمد السادس المشاركين في هذا الملتقى جلالة الملك أكد في هذه الرسالة على ضرورة الحرص على التناسق والتكامل بين المهام الموكولة لكل الفاعلين العموميين الترابيين وخاصة منهم الجماعات الترابية كما شدد جلالته على أن المغاربة لا يريدون مؤسسات جهوية تظل حبرا على ورق الآن مجلس المشتشارين من خلال هذه الملتقى يطمح إلى نظم حوارات مؤسسات تعددية مع كل مؤسسات المعنية بالورش الجهوية المتقدمة وتبادل الخطابات لا، الهدف من هذا كله هو تقاسم الرؤية حول ما هي الأجوبة ما هي التوصيات ما هي الحلول التي يخص الجميع يشارك فيها لكي نرفعوا تحديات أو نعالجوا العقابات التي ما زال القطار الجهوية المتقدمة يستضم بها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سيد أحمد ريد الشامي قال في افتتاح الملتقى إن الإعمال الفعلي للجهوية المتقدمة لا يزال يواجه جملة من التحديات ولرفع هذه التحديات يجب اعتماد رؤية بعيدة المدى للتنمية المستدامة تضع برامج تنموية مدمجة وقادرة على إشراك مختلف الفاعلين في إطار مشروع مجتمعي ينخلط في بنائه وتملكه الجميع رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد أمين أبو عياش أكدت أن مواصلة ملاءمة التشريعات الوطنية مع هدف التنمية المستدامة عملية مستعجلة بما يعدد تفعيل الجهوية المتقدمة أما رئيس الجمعية رؤساء الجهات السيد محمد العنصر فقال إن تدقيق اختصاصة الجهات يعد مدخلاً أساسياً للانتقال إلى مرحلة تفعيل مسلسل الجهوية رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعة السيد محمد بودرة قال إن الجماعة الترابية تشكل رهاناً أساسياً لتفعيل مقاومات التنمية في مختلف أبعادها تنظيم هذا الملتقى يأتي لتأكيد الأهمية البالغة التي يكتسيها تفعيل ورش لا تمركز الإداري لدى المجالس الجهوية للدفع بالأمام بمسلسل الجهوية المتقدمة